دلوقتي الخانسي بحضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زملتنا من الشرقاء وفمنا شكرا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أجبال مصر الرقمية لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنبغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة والتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية والانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكانت الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة البنك المركزي حسن عبد الله تنول اللقاء استعراض محاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف الرئيس السيسي الحكومة بالإعداد له وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات وذلك في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية الحالية كما تنول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونقاط التقدم المحرزة وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق أكد الرئيس التونسي قيس عيد ضرورة الخروب من الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن جاءت تصريحات صعيد خلال استقباله بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد التونسي للشول ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة وأوضح بيان للرئاسات التونسية أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاقتماعية في تونس أكد الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة ألاف كيلومتر مربع منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر الجاري وقال زيلنسكي أن قوات بلاده لا تزال تواصل تقدمها الشرق وجنوب أوكرانيا خاصة بمنطقتين خاركييف وخاريسون وأضاف أن الجيش الروسي يقصف البنية التحتية للطاقة ردا على هزيمة قواته في خاركييف طرحت المفوضية الأوروبية مسودة مشروع لتقنين استهلاك الكهرباء خلال ساعات الضروة وفقا للمسودة يتعين اختيار ثلاث أو أربع ساعات في الوقت في اليوم لتقليل الاستهلاك ويترك للدول الأعضاء تقدير اختيار الأوقات خلال اليوم كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين كشفت في وقت سابق عن تدابير لمواجهة أو أزمة الطاقة أو لتقليل الطلب والتخزين المشترك وتنوع المصادر فضلا عن استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة اندلعت اشتباكات حدودية واسعة النطاق بين أرمينيا وأدربيجان وقالت مصادر العسكرية في أدربيجان أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتل لم يحدد عددهم ويذكروا أن الحرب بين أرمينيا وأدربيجان حول إقرين نغورنو كارباخ المتنزع عليه قد انتهت في خريف 2020 ومن وقت لآخر تتجدل اشتباكات الحدودية بينهما أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة عاجلة للمليار دولار لمنع تفشي المجاعة في الصومال وأوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جريفث أن الصومال وحده يحتاج إلى عشرة مليارات دولار لمنع المجاعة مؤكدا أن المنظمات الإنسانية تحشد الموارد الإغاثية وستتقدم بطلب هذه المساعدات من المانحين خلال الأسبوع المقبلة وأضف جريفث أنه إذا لم يتم زيادة المساعدات ستظهر المجاعة في منطقتين في الصومال حيث سيهدد الجوع أكثر من أربعمائة طفل بين أكتوبر وديسمبر المقبلين نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل